على قدم وساق يجري العمل على إنجاز مشروع قطار الرياب المشروع الذي تجاوزت نسبة إنجازه 68% انطلقت مراحل الاختبارات التشغيلية لعرباته بتجربة سير القطار بالمبيت والصيانة للمسار الرابع محور طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.16 كم وتشكل شبكة قطار الرياض العمود الفقري لنظام النقل العام في العاصمة السعودية حيث جرى اختيار ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كم وبعدد 85 محطة تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية بالعاصمة مرتبطة بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام فيما تتكامل مع المشروع شبكة حافلات تضم 24 مسارا بطول إجمالي 1083 كم شاملة 776 محطة ومن المنتظر أن تكون مواصفات العربات على أحدث ما توصلت إليه تقنية تصنيع عربات القطار في العالم حيث يمكن فصل العربات من الداخل لاستيعاب فئات للخدمة مع توفير فئة خاصة بالعائلات كما تتيح العربات خدمات الاتصال ونقل وتبادل المعلومات للركاب